الله الحمد المرأة الكويتية تبوأت عدة مناصب وهذه مؤخراً لم تبوأت وكلاء نيابة أتمنى لهم التوفيق وأتمنى للجمعية الثقافية النسائية كل التوفيق ونشد على يد المرأة لتكون جزء أساسي من المجتمع وتعمل في أي محفل وفي أي عمل إن شاء الله وإن شاء الله نرى سيدات يتبوأنا مناصب أكثر وأكبر إن شاء الله ويعني بالتوفيق إن شاء الله الله الحمد يعني تبوأنا وما نحص بأي فرق بيننا وبين الرجل من يجتهد ويعني يخلص في عمله قاعد يصل وإن شاء الله يجتهدون الأخوات في أعمالهم ويعني يؤكدون أن المرأة تصلح أن تعمل في أي مجال نحن إذ نحتفل ونفرح ونتباهى بأن المرأة الكويتية تمضي في تقدمها على المسار الصحيح فإن وصول هذه الكوكبة من نساء الكويت لمنصب وكيل نيابة هو أحقاقاً للحق وتطبيقاً لمبادئ الدستور الكويتي الذي كرس المساواة بين الرجل والمرأة وهو اعتراف بقدرات المرأة وتميزها في عملها إننا نعلم أن ما وصلت إليه المرأة لم يكن سهلاً وميسراً فلقد واجهت ما واجهته من عقبات استطاعت تجاوزها ليس بإرادتها وحدها فحسن بل لأن المجتمع الكويتي أثبت أنه ما زال حيوياً ومتجدداً ينبض بالحياة وأننا ليه الرؤية والعزيمة على تحقيق النهضة وأن هناك في هذا المجتمع نخبةً واعية ومؤمنة بأهمية دور المرأة كمواطن فعال في بناء الوطن ومؤمنة بحقوقها المشروعة في المساواة إن أبرز ما تعكسه هذه المناسبة هي تتويج لسعي المرأة الكويتية في اقتحام مجالات العمل التي ظلت حكراً على الرجل أمداً طويلاً تحلت فيه بالصبر والمصابرة والإصرار والمثابرة والسعي بدون كلل أو ملل لبلوغ آمالها التي تعلقت بها وسعت نحوى تحقيقها خطوةً خطوة فمنذ أمدٍ بعيد رأينا المرأة الكويتية معلمةً وطبيبةً ومهندسةً وأستاذاً في الجامعة ثم رأيناها منذ عهدٍ قريب وهي تتبوأ مبعد الوزارة وعضوية مجلس الأمة وها هي اليوم تتقلد وظيفة النيابة العامة التي تؤهلها في الغد القريب بإذن الله لتكون قاضيةً على منصة القضاء الذي هو ركيزة العدل وأساس الملك في كل دول العالم المتحضرة ترجمة نانسي قنقر